اشتركوا في القناة اغاني وفجأة النور بيقطع وبيخاف جدا وبيقعد في الارض وبيفتكر وهو صغير لما كان محبوس في غرفة وما كانش فيه اي نور خالص وبتشتغل اغنية بصوت بنت جميل اوي وبيرجع النور وبتدخل يو يو مديرة اعمال يوجي وبتقوله انه لازم يسجل اغاني جديدة الفترة اللي جاية وانه يختار صوت من البنات اللي مسجله علشان تغني معاه وبعد كده بنشوف مينجا وهي رايحة تقدم في اكاديمية الفنون لانها قررت تحقق حلمها وما تتأثرش بكلام مامتها وبيكون يوجي رايح يقدم في نفس الاكاديمية علشان يثبت انه هو مغني وممثل مشهور فعلا مش وسطة ولما بتبقى مينجا وقفة في الاكاديمية بيجي صحفيين علشان يسجلوا معيها وبيسألوها لو كانت تعرف الايدول المشهور يوجي ولما بتلاقي ان فيه كاميرات بتتوتر لان مامتها هتشوفها فبتسيبهم وبتجري فبيحسوا الصحفيين انها تعرف مكان يوجي وبيجري وراها وبيكون يوجي وصل الاكاديمية وبتبقى البنات المعجبات بيجري وراها علشان يتصوروا معاه فبيجري يوجي وبيدخل حمام وبتدخل مينجا نفس الحمام وبيفتكر يوجي ان مينجا معجبة بيه وبتلاحقه فبياخد الميداليا اللي موجودة في شنطتها وبيمدلها عليها وبيقول لها ما تعرفش حد انه مضالها وبعدين بيخرجوا من الحمام وبيروحوا المكان اللي هيمتحنوا فيه قدرات القبول في الكلية وهناك بتتعرف مينجا على بنتين ايمي وشون ولما بتبقى مامة مينجا بتشوف طريقة وصفة اكل على الموبايل بتلاقي الفيديو بتاع بنتها وهي في اكاديمية الفنون وبتروح مامة مينجا الاكاديمية علشان تمنع بنتها ان هي تقدم في الاكاديمية بس بيكون الدور على مينجا ان هي تمتحن امتحان القدرات واتغني فبتحاول مامتها انها تمنعها فبيخرج البروفيسور يتكلم مع مامتها وبيقول لها انها لازم تسيب بنتها بحقق حلمها وما تمنعهاش علشان ما تلمش نفسها في الاخر وبتروح مينجا تغني وبيبقى الكل مبهور بجمال صوتها وبيكون يوجي بيتفرج عليها وهي بتغني وبيفتكر لما كان محبوص في غرفة وهو صغير وسمع نفسه الارنية اللي مينجا بتغنيها وبعد فترة بتتقبل مينجا في الاكاديمية وبتبقى رايحة السكن بتاعها ولما بتروح غرفتها بتلاقي هناك شون وبتعرف انها زميلتها في السكن وبتيجي ايمي كمان بس بتبقى العلاقة بين ايمي وشون متوترة شوية وبيبقى شكلهم مش مرتحين لبعض وهم واقفين بيتكلموا وبتيجي زميلتهم الرابعة في السكن وبيبقى اسمها يالي وبيبقى يوجي كمان اتقبل في الاكاديمية وبنشوفه هو طالع السكن بس بيبقى معاه شونط كتير والاسنسير مش شغال فبيضطر انه يطلع على السلم وبيبقى خايف ان حفلة الترحيب تفوته وبعدين بنشوف مينجا وصحابها وهم دخلين حفلة الترحيب وبيعودوا وبعدين بيعود وراهم ونادين يونج وده بيبقى معجب بيالي ودونج وبيكون بيحب التصوير جدا وعبالما يوجي يطلع يودي شونط الغرفة كانت حفلة الترحيب فاتته وبعدين بنشوف يونج ودونج وهم دخلين غرفتهم في السكن وبيلاقوا فيه ملابس كتير قوي وبيدخل يوجي وبيكون زميلهم في السكن وبعدين بيبقى فيه تدريب عسكري لكل الطلبة وبيكون مدربهم هو فنج زميلهم الأكبر في الأكاديمية وبيتعاقب يوجي أنه ينظف المستودع علشان ما حضرش حفلة الترحيب ولما بيروح يوجي المستودع بينامه ومش بينظفه وبيكونوا الطلبة بيجروا بس بتبقى مينج ضعيفة ومش بتعرف تجري بسرعة فبيقول لها المدرب أنها تروح تشوف يوجي ينظف المستودع ولا لا ولما بتروح بتلاقي نايم وبعدين بيقوم يوجي وبيقول لها أنها تحاول تتقرب منه وبتروح وراه أي مكان علشان هي معجبة بيه فبتقوله أن المدرب هو اللي طلب منها تروح تشوفه ولما بيقرب منها يوجي بترجع بدهارها الورى وبتبقاها تقع فبتمسك تشارتي يوجي فبيتقطع وبتقع على الأرض وبيدخل فنج وبيقاوم مينج من على الأرض وبيطلعها برا وبالليل بنشوف يوجي وهو في السكن وبيضف يونج النور علشان ينامه فبيتوتر يوجي وبيخاف وبيقول ليونج أنه يشغل النور تاني وتاني يوم في التدريب العسكري بتمثل إيمي أن رجليها تلوت وبتطلب من فنج إنه يساعدها لأنها بتكون معجبة بيه وفعلاً فنج بيساعدها وبتطلب منه رقمه ولما بتاخد الرقم بتقوم تمشي على رجلها عادي وبتروح تقعد مع أصحابها وبيبقى دونج بيصور الطلبة فبتفتكر شون إنه بيصورها وبتقوم تجري وراه عرشان تاخد منه الكاميرا وتشوفه الصور وبييجي ولدين يكلموا مينج وبيبقوا عاوزين ياخدوا رقمها فبترفض مينج إنها تدي لهم رقمها ولما بيرخموا عليها بتدعاء لهم إيمي وبتقولهم إنهم يمشوا بعيد عنهم وبيبقى يوجي شايف اللي بيحصل وبيقوم يكلم الولدين دول وبيطلب منهم إنه يتصور معاهم ولما بتبقى مينجي قاعدة مع صحابها في كافيتارية الأكاديمية بتعرف إن يوجي نزل صورته مع الولدين على الانستجرام وكاتب عليها إن الولدين بيقولوا إنهم أحلى منهم ومعجبين يوجي بينتقدوا الولدين وبيشتموهم وبتسمع مينجي من طلبة في الكافيتارية إن الولدين اتفقوا إنهم يضربوا يوجي في المستودع فبتروح مينجي المستودع وهناك بتلاقي يوجي لوحده وفجأة بيتقفل الباب عليهم والنور بيتفيه وبيخاف يوجي وبيغمى عليه وبتحاول مينجي إنها تفوقوا بس مش بتعرف وبعدين بييجي فينجي وبيفتح البيب وبيشيل يوجي وبيوديه مستشفى الأكاديمية وبتكون شون معاها كاميرا الدونج وبتصور بيها ولما بيفوق يوجي بيسمع مينجي وهي بتكلم فينج وبتبقى هتقوله إن يوجي أجمع عليه لإنه كان خايف من الضلمة فبيعمل يوجي إنه تعبان علشان خاطر مينجي ما تقولش السبب اللي خليه فقد وعيه وبعدين بتروح مينجي وفنجي علشان يشوف يوجي وبيطلب يوجي من مينجي إنها تقعد معي في المستشفى لإنه مش حاسس نفسه كويس وبيسيبهم فينج وبيروح وبنشوف شون وهي بتحاول تاخذ الفيديو اللي صورته اليوجي وفنجي شايله من كاميرا الدونج علشان عاوزة تنزله على النت علشان تبقى مشهورة بس دونج بيرفض إنه يديها الفيديو وبعدين بيتكلم يوجي مع مينجي وبيقول لها إنها ما تقولش الحد إنه بيخاف من الضلمة وإنها تخليه سر بينهم وفي التدريب بيسأل المدرب عن مينجي وبيعرف إن هي مش موجودة فبيقوله فنجي إن هي مع يوجي في المستشفى وبعدين بيجي يوجي ومينج وبيسألهم هما كانوا بيعملوا إيه فبترد مينجي بإنها كانت تعبانة ويوجي كان معاه في المستشفى فبيسألهم المدرب عن المكان اللي تعب مينجي وبيطلب منهم يردوا في نفس الثانية فبيقولوا مكانين مختلفين فبيعرف المدرب إنه هما بيكذبوا عليه وبيعقبهم بإنهم يجروا الملعب كله خمس مرات فبيدفع يوجي عن مينجي فبيقوله المدرب إنه يجري عشر مرات بدل ما مينجي تجري وفعلا بيجري يوجي عشر مرات وتاني يوم بتشوف أمي على النت الفيديو بتاع يوجي وفينجي شايلو وبتوريه لصحابه وبتروح يو يول يوجي وبتقوله إن الفيديو اللي نزل هيأثر على مستقبله كآيدول وإنه لازم ما يسقش في اللي حواليه لإن النجم ما بيبقاش عنده صحاب ولما بيرجع يوجي الأكاديمية بيشوف مينجي وهي خرجة من المستودع وبيكون معاها فينج وبيروح يتكلم معاهم وبيبقى فاكر إن مينجي هي السبب في إن الفيديو نزل وبيتهمها بده وبيقول لها تفتح موبايلها وإنه أكيد هيلاقي إن هي اللي منزدلة الفيديو فبتحاول مينجي تفهمه إن هي كانت معا فينجي علشان خاطر يعرفه مين اللي صور الفيديو ويساعدوه بس هو مش بيرضايفهم وبيتصل البروفيسير بيوجي وهو واقف معاهم وبيقوله إن عارف مين اللي صور الفيديو ولما بيروح يوجي غرفة البروفيسير بيوريه بروفيسير كاميرات المراقبة وبيعرف إن شون ودونج هما اللي كانوا بيصوروا وبعدين بنشوف يوجي وهو قاعد مع زميله في الأكاديمية وبيكون دونج وشون موجودين وبيسألهم ليه نزلوا الفيديو فبتقوله شون إن هي اللي صورت فعلا بس ما حدش منهم نزل الفيديو وبيفتكر يونج لما كان فاتح لابتوب دونج ونزل الفيديو بالغلط وما بيبقاش عارف يقول ليوجي بس لما بيلاقي إن يوجي بيتهم صحابه بيقول ليونج اليوجي إنه هو السبب في اللي حصل وإنه ما كانش يقصد ينزله وبيعتزله عن اللي عمله وبيقول دونج اليوجي إنه ما كانش المفروض يسيف حكته لحد وبيعتزله إنه كان السبب في اللي حصل فبيقول لهم يوجي إنه مسامحهم بس بعد كده ياخدوا بالهم اللي بيعملوه وبالليل بيبقى طلبة الأكاديمية عادين مع بعض بيغنوا ويرقصوا وبيكون الدور على يوجي إنه هو يغني وهو بيغني بيحدف الجاكت بتاعه على مينجي وبتبقى مينجي متضايقة جدا لإن يوجي مفكرش يعتذر لها علشان شك فيها وهي ما عملتش حاجة ولما بيخلص يوجي هنا وبيروح يقعد جنب مينجي بتقوم مينجي وبتمشي فبيروح وراها يوجي وبيسألها هي متضايقة ليه؟ فبترد بإنها متضايقة لإنه ما فكرش حتى يعتذر لها إنه شك فيها وبتقوله إنه ما ينفعش ما يسقش في اللي حواليه وبتسيبه وتمشي ولما بيرجع يوجي السكن بيفضل يفكر في كل كلام يوجي ومواقفهم سوا وتاني يوم بيبقوا عندهم حس التمثيل وبتخرج إيمي تمثل مع شون وبيكون المشهد إنهم يتربطوا في بعض بكلبشات ولما المشهد بيخلص بيسألوا على مفتاح الكلبشات بس بتبقى مش موجودة وبكده هيفضلوا متعلقين مع بعض لحد ما يلاقوا المفتاح وبعد كده بيطلب البروفيسير من مينجي تمثل مع يوجي مشهد إنهم كانوا مرتبطين بس تفرقوا وتقابلوا بعد فترة وبتبقى مينجي متوتر جداً ومش عارفة تمثل مع يوجي فبيقول لها البروفيسير إن هي لازم تعرف تتعامل مع كل الناس وبيطلب منها إن هي تبيع خمسين وردة لناس في الشارع وبتفضل شون وإيمي مربطين في بعض طول اليوم ولما بيرجعوا السكن بتبقى شون عايزة تاكل بس مش بتعرف وبتتدايق إيمي فبتفضل تعيط فبتصعب على إيمي وبتأكلها هي وبكده العلاقة بينهم بتبدأ تتحسن ولما بتكون مينجي بتبيع ورد في الشارع بيشوفها يوجي بيروح لها ويقول لها إنه هيشتري كل الورد اللي معاها علشان ما تفضلش وقفة وتتعب بس هي بترفضوا بتقولوا إنها تعمل زي ما البروفيسير قال لها فبيقرب منها يوجي وبيعتذر لها على اللي هو عمله وبيلاحظ يوجي إن فيه واحد بيصورهم وهم وقفين وبيفضل يوجي ومينجي يجروا وراء الصحفي اللي بيصورهم وهم بيجروا بتبقى إيمي وشون ماشين فبيخبط فيهم الصحفي وهو بيجري فالكلبشات بتتفك وبعدين بيمسكوا الصحفي وبيدخلوا المتجر بتاع فينج وبياخدوا الكاميرا من الصحفي ويمسحوا الصور اللي صورها وبيسيبوا يمشي وبعدين بياخد فينجي مينجي يوريها المتجر بتاعه والألعاب الموجودة فيه وبيتضيق جدا يوجي وبيروح وراهم ولما بيحس يوجي إن فينجي بتقرب من مينجي بيبقى غيران وبيقول لمنجي إنه عايز يمشي لإن الليل قرب ومش هيعرف يمشي في الضلمة لوحده فعايزها تمشي معاه ويوجي ماشي مع مينجي بيقول لها إنها ما ينفعش تعجب بحد تاني وإنه مش عايزها تقرب من فينج ولما بتسأله عن السبب بيقول لها إنه خايف إنها تتخزل مش أكتر وبيعتذل لها تاني إنه شك فيها إن هي اللي نزلت الفيديو فبتقوله إن هي قبلت اعتذاره وخلاص فبيسألها لو كانت حاولت تغني قبل كده وراحت أي شركة وبتبقى مينجي فاكرة إنه هو عارف إن في شركات رفضتها فبترد تقوله إنها ما قدمتش قبل كده وبيبقى يوجي مستغرب لإنه كان فاكر إن الصوت لسمعه هو صوتها وتاني يوم بتروح يو يو الأكاديمية وبتقول ليوجي إنه هو ما بقاش مهتم بنفسه كأيدول وإنه لازم يفضى نهاية الإسبوع للشركة علشان شهرته ومعجبينه ما ينسوهوش وبعدين بنشوف إيمي وهي خارجة من السكن بتاعها بس بتقع منها بطاعتها وبتشوفها مينجي وبتلاقي إن تاريخ عيد ميلادها النهاردة فبتقول لشون إنهم لازم يعملوا لإيمي مفاجأة فبتقترح شون عليها إنهم يعملوا عيد ميلادها في مطبخ المتجر لإنه عجب إيمي وبيتفق إنهم هيقولوا ليالي وبقي زميله ويعملوا لها عيد ميلاد ولما بتكون يالي بتتدرب باليه بيبقى يونجي بتفرج عليها وبعد ما بتخلص رأس بيشوفها وهي بتطلع أكل من شنطتها وبتفضل تاكل بس بعد كده بتتقيق الأكل تاني وبيبقى مستغرب هي بتعمل كده ليه وبعدين بتروح مينجي لفينج وبتقولوا إن إيمي عيد ميلادها النهاردة وإنهم عايزين يعملوا لها عيد ميلادها في المتجر بتاعه وبيوافق فينجي وبيروح يشتروا حاجات لعيد ميلاد إيمي وبيكون يوجي عنده تصوير ولما بياخد استراحها بيشوف إن مينجي منزل صوره وبيبقى باين فيها ظل فينجي فبيتصل بمينجي وبيسألها مين اللي معاها وبيعرف إنه فينج فبيتدايق يوجي جداً وبيسيب التصوير وبيروح مدجر فينج ولما بيوصل يوجي بتكون مينجي وفينج هناك وبعدين بييجوا باقي أصحابهم وبيفضلوا بيجهزوا لعيد ميلاد إيمي وبعدين بتيجي إيمي وبيحتفلوا بعيد ميلادها وبتبقى فرحانة جداً بعد كده بيروح يونجي يتكلم معي علي ويقول لها إنه شافها وهي بتاكل وبعدين بتتقيق وبيسألها هي ليه بتعمل كده فبترد بإنها بتدخن بسرعة من الأكل وهي بتحب بتاكل فبتاكل وبعدين بتتقيق الأكل تاني وبعدين بنشوف يوجي وهو بيتكلم مع فينج وبيسأله لو كان بيحب مينج فبيقوله إنه بيحبها وبيقدر طريق تفكيرها فبيرد عليه يوجي بإنه من حقه يقدر مينج بس مش مسموح له إنه يحبها لإن مينج بتاعته هو ولما بيكونوا هيروحوا بتبقى مينج وإيمي شاربين كتير ومش حاسين بنفسهم فبيقول يوجي إنه هيوصل مينج وإن فينج يوصل إيمي وإيمي ماشية مع فينج بتقوله إن هي شكلها معجبة بي وإنها مش عايزة يرد عليها بس هي بتعرفه إنها بتحبه ولما بيبقى يوجي ماشي مع مينج علشان يوصلها بيتصل بي يوجي وبيقوله إنه هيحصل تفتش في السكن والطلاب اللي مش موجودين هيتعاقبه وفي الوقت ده بتبقى مينج سند على يوجي وبيكون في صحفي بيصورهم يونج ودونج بيحاولوا يداروا على يوجي برضو بس مش بيعرفوا وبيعرفوا المفاتشين إنه يوجي ومينج مش في السكن وبيبقى يوجي واخد مينج شاقته لإن من كترة ما هي شربت ما بتبقاش حاسة بنفسها خالص ومش هينفع يروحوا السكن فبتبات مينج في شاقة يوجي ولما بتصحى مينج الصبح بتتصدم لما بتعرف إنه هي في شاقة يوجي وبعدين بتيجي يويو وبتفضل تخبط على يوجي وبتقوله إنه هي عارفة إنه جوه وبتفضل يويو تخبط عليهم بس بتقول مينج اليوجي إنه ما يفتح لهاش الباب لإن هي لو شفتها عنده هتفهمهم غلط بس يويو بيبقى معها مفتاح وبتفتحه بتدخله وبتستخبى مينج وبعدين بتقول يويو اليوجي إنه فيه أخبار نزلت عنه وبتوريله الصور اللي نزلت ليها ومينج وبتسأله هي مين دي فبيرن تليفون مينج وبتشوفها يويو وبعدين بتقعد يويو تتكلم مع يوجي ومينج فبيقول لها يوجي إن مينج ملهاش زنبف اللي حصل وبيطلب منها إنها تحل المشكلة دي وتشيل الأخبار اللي نزلت وبياخد مينج وبينزله علشان يروحوا الأكاديمية ولما بينزله تحت البيت بيلاقوا صحفيين كتير قوي وبيسأله على مينج فبيرد يوجي بإنها زملته بس مش أكتر وبيطلب من الصحفيين إنهم ما يتكلموش عنها وبعدين بيركب عربيته وبيروحوا الأكاديمية بس قدام الأكاديمية بيلاقوا عدد كبير من الصحفيين برضو ومش بيعرفوا يدخلوا وبيرن فنج على مينج وبيقول لها إنهم يروحوا المتجر بتاعه ولما بيروحوا متجر فنج بيقول لهم فنج إنه هو تكلم مع البروفيسير وحكاله اللي حصل وهيبعت عربية علشان تخدهم ويعرفوا يدخلوا الأكاديمية وبيتصر البروفيسير بفنج وبيقوله إن والدة مينج موجودة وكمان مديرة أعمال يوجي ولما بيروحوا الأكاديمية بيقول لهم البروفيسير إنهم غلطانين ولازم يتعاقبوا عن اللي عملوه لأنهم كانوا السبب في الإشاعات اللي نزلت على النات فبتقول مامة مينج إن كل اللي حصل ده بسبب سوء إدارة الأكاديمية وبتتفق مديرة أعمال يوجي مع كلمها بس يوجي بيقول للبروفيسير إنه هيشيل المسئولية لوحده وإنه لو في حد هيسيب الأكاديمية فهو اللي هيسيبها مش مينج وبعدين بنشوف مينج وهي ماشية مع والدتها وبتقول لها والدتها إن هي ما كانتش موافقة إنها هتيجي أكاديمية الفنو من الأول بس وافت علشان خاطر ما تبقاش وقفة قدام حلمها وبتطلب من بنتها إن هي تركز في دراستها علشان خاطر درجتها تبقى كويسة وتحقق فعلا حلمها وبتقول لها إنها وثقة فيها وإنها عارفة إنها ما عملتش حاجة غلط وبتسيبها وتمشي وبيفضل يوجي فترة ما يجيش الأكاديمية وبتبقى مينج متضايقة جداً وبيروح فينج للبروفيسير وبيطلب منه إنه يسيب ليوجي فرصة إنه يكمل في الأكاديمية وبيوافق البروفيسير وبيروح فينج بيقول لمنج إن يوجي ليه فرصة يرجع إلى الأكاديمية تاني وإنهم لازم يلاقوا حل علشان يرجعوا سمعة الأكاديمية وكمان يفضل يوجي فيها وبيروحوا هما الاتنين يعودوا مع باقي زميلهم وبيقول لهم فينج إن فيه مؤسسة بتساعد الأطفال وإنهم لو شاركوا في فعالية المؤسسة دي ويوجي معيهم هيقدروا لهم يرجعوا يوجي تاني للأكاديمية وبيتفقوا كلهم على كده ولما بيروحوا المؤسسة دي بيلاقوا يوجي هناك بيعزف لطفله وبتفرح منج لما بتشوفه وبيقضوا اليوم مع الأطفال وبعدين بنشوف إيمي وهي قاعدة مع فنج وبيقول لها فنج إنه لما كان صغير كان بابا ومامته مش على طول موجودين معاه وكانوا بيجبوا له لعب كتير علشان خاطر يلعب بيهم في غيابهم إنها ما شافتش باباها خالص وإنها كانت عايشة أصلاً في أمريكا وما تعرفش أي حاجة عن باباها وإنها رجعت تاني علشان خاطر توصله وبتوريله صورة لباباها ومامتها بس بيبقى وش باباها مقصوص من الصورة وبتقوله إنها ما عرفتش عنه أي حاجة فبيقول لها فنج إن المكان اللي كان باباها ومامتها متصورين فيه هو تقريباً يعرفه بس مش متأكد وبيطلب منها إنها تديره شوية وقت يتأكد من المكان ويقول لها وبعد ما بيقضوا اليوم مع الأطفال بيقرروا إنهم يمشوا وفي الطريق بيلاقوا عجل محطوط بس بيكونوا 6 عجلات بس وهم 8 أفراد فكده فيتنين هيمشوا على رجليهم فبيقول يوجي إنه هيتمشى هو ومينج وهم ماشيين بيسأل يوجي مينجي لو كانت عاوزة يرجع الأكاديمية فبترد بإنها عاوزة يرجع الأكاديمية فبيقول لها يوجي إنه هيرجع بشرط إنها تروح معاه البيت تعمله أكل علشان هو جعان ولما بيروحوا بيت يوجي بتعمل مينجي أكل اليوجي وبعدين بيحكي لها إنه هو صغير تحبس في ورفة ظلمة وكان خايف جدا علشان كده عنده فوبيا من الظلمة وتاني يوم بيبقى مينجي عندها عرض ومحتاج حد بيعرف يلعب بيانو علشان يساعدها في التدريب فبتقول لها شون إنه هي تكلم فينجي لإنه شطر في البيانو وهو يقدر يساعدها وبتقول لها إنه هي تطلب من إيمي إنه هي تكلم فينجي علشان يساعدها لإن إيمي معجب بيه وبعدين بتروح مينجي وغرفة البيانو علشان تتدرب مع فنجي وبيكون هناك يوجي ولما بتشوفه بيعزف على البيانو بتفرح جدا إنه رجع الأكاديمية وبعدين بتسأله هو وقعت في غرفة البيانو يعمل إيه وبتقوله إنها كانت فاكرة فنجي لإنها كانت جياله علشان يساعدها تعزف على البيانو لإن عندها عرض فبيتدايق جدا يوجي وبيسألها ليه ما طلبتش منه المساعدة فبترد إنها ما تعرفش إنه بيعرف يلعب على البيانو وبييجي فينجي وبتفضل مينجي تتكلم معاه فبيتدايق يوجي جدا وبيتقف البيبيانو على إيدو بيقول إن إيدو واجعة جدا وإنه مش هيقدر يحركها ولما بتيجي إيمي بياخد يوجي مينجي بحاجة إنها تروح مع المستشفى وبنشوف يالي وهي بتتدرب على الرأس وبيروح لها يونجو بياخدها وبيطلع على السطح وبيبقى جايب لها أكل كتير وبيقول لها إنه جابه مخصوصة علشان فيه سعرات حرارية قليلة جدا فبتقول له يالي إنها مش هتقدر تاكل علشان هتدخن بسرعة فبيرد إنها مش هيحصل لها حاجة ولو تخنت هو هيفضل يساعدها لحد ما ترجع لوزنها تاني وبتقتنع يالي بكلامه وبتاكل من الأكل اللي جابه وبنشوف بعد كده إيمي وهي مع فنج وبيروح الجسر اللي موجود في صورة مامتها وباباها وبتشكر فنج إنه ودها المكان لإنه ساعدها في إنها توصل لحاجة حتى لو كانت بسيطة وبيبقى يوجي ومينجي في المستشفى ولما بتبقى هتمشي علشان خاطر التدريب بيقول لها يوجي إن هي ما تمشيش فبتسأله لو كان هو هيساعدها فبيقول لها إنه هيساعدها عادي فبترد بإنه غرفة البيانو في الأكاديمية مشغولة النهاردة فبيقول لها يوجي إنه هو هيتصرف وبياخدها وبيوديها لستوديو بتاعه وبعدين بتيجي يويو بتقوله إنه عنده إعلان لازم يصوره بالليل وإنه لو ما صوروش مش هتخلي يستعمل لستوديو وبالليل بيروح يوجي علشان تصوير الإعلان وبيبقى معاه مينج وبيكون الإعلان عن مشروب للطاقة ولما بيبدأ التصوير وبيشرب يوجي المشروب بطنه بتوجعه وما بيقدرش يكمل الإعلان فبيتلاحظ مينج إنه يوجي بطنه وجعته بعد ما شرب المشروب ده وبتقولهم إنه أكيد المشروب في حاجة وإنهم حللوه علشان يعرفوا إيه اللي حصل ليوجي فبيخاف المخرج إنه يكون في حاجة فعلا في المشروب فبيقول ليوجيو إنه يوجي يقدر ياخد روحها زي ما هو عايز وبعدين يبقوا يصوره تاني وبيجيبوا الدكتور ليوجيو وبيعرفوا إن المشروب كان فيه مادة هي اللي خلت بطنه توجعه فبتقول ليوجيو ليوجي إنه هي هتاخد تعويضات من شركة المشروب ده وإنه يقدر يستعمل الستوديو براحته وبعدين بيروح يوجيو هو مينجي الستوديو وبيقول لها إنه هي تغني وإنه هيسمعها ولو فيه أي تعديل هيقول لها عليه ولما بتبدأ تغني مينجي بيفتكر يوجي الصوت اللي كان سامعه قبل كده وبيفضل يفتكر ذكرياته مع مينج ولما بتخلص مينجي هنا بيروح لها يوجي وبيبصها وتاني يوم بتروح مينجي مع إيمي المسابقة اللي مشترك فيها فينج وفي الطريق بتعدي مينجي من جنب يوجي بس مش بتسلم عليه فبيلاحظ يوجي وبيروح وراه وبيلاقيها مسكة بوكي ورد وبيسألها الورد ده هي جايبال مين وبتعمل إيه هنا فبتقوله إيمي إن هي اللي اشترت الورد ده الفينج لإن فيه مسابقة هو مشترك فيها والمفروض إنه هم رايحين علشان يتفرجوا عليها وبيروحوا كلهم المسابقة وبعد المسابقة ما بتخلص بيقولهم فينج إنه عزمهم على العشاء وبيروحوا مطعم وبيتعشوا سوا وبيبقى يوجي هيقولهم إنه هو بس مينجي بس مينجي بتمنعه إنه يقول وبنشوف يو يو وهي قاعدة بتسمع الأغاني المتسجلة من على جهاز يوجي وبتسمع صوت مينجي وهي بتغني وبتعرف إنه هو ده الصوت اللي هي كانت بتدور عليه لما سمعته أول مرة وبعدين بيتصل بيها مديرها وبيقول لها إنه هي لو ما عرفتش توصل للبنت اللي كانت بتغني مش هيكمل شغل معيها ودي آخر فرصة لها ولما بتبقى مينجي مروحها بيروح وراها يوجي وبيقول لها إنها تعتبره شخص عادي مش آيدول فبتسيبه وبتمشي فبيغني الأغانية اللي هي غنتها أول مرة شفته فبترجع تاني تقرب منه وبيقول لها يوجي إنه هو سمع الأغانية دي لما كان محبوس وهو صغير واسمعها تاني لما هي غنتها وبيعترف لها بحبه وبيسألها لو هي كمان كانت بتحبه ولا لا ولما بتيجي ترد على سؤاله وتليفونه بيرن وبتكون يوجي هي اللي بترن عليه فبتقول له مينجي إنه يرد على موبايله أحسن يكون في حاجة ضرورية ولا حاجة ولما بيرد يوجي على الموبايل بتقول له يوجي إنه هي عرفت إن مينج هي اللي كانت بتغني وإن هي عايزة تعمل معاها عاد وتشتغل في شركتهم وبتطلب منه إنه هو يروح لها الشركة ضروري فبيقول يوجي لمينجي إنه هي تروح الأكاديمية لإنه هو مضطر يروح الشركة ولما بيروح يوجي الشركة بيقول ليويو إنها تبعد عن مينجي لإنها عايزة تكمل في الأكاديمية وتكون ممثلة موسيقية مش آيدل وبيقول لها إنه هي لو عرضت عليها العقد ده هترفض فبتقول له يويو إن مينجي لازم توافق لإن لو ما وفقتش على العقد شغلها هيضر وبتقول له إن مينجي أكيد عارفة كويس هي بتعمل إيه؟ وإن مينجي حاول تقرب من يوجي علشان توصل للشركة وإنها استحايلة تكون بتحبه وبتقول له كمان إنه ما ينفعش يقف قدامها علشان خاطر واحدة لسه عارفها وإنه ما يمسيش إنه لو ليها كان زمانه هيبقى فضر الأيتام ولما يوجي بيسمع الجملة دي ملمح وشه بتتغير وبيتدايق جداً وبيسيبها ويمشي وهو ماشي في الطريق بيتعب مرة واحدة وبيتصل بالدكتور النفسي بتاعه وبعدين بيقع في الأرض ولما بيفوق يوجي بيكون عند الدكتور النفسي بتاعه وبيقوله الدكتور إنه لما اتصل بيه وبعدين قوم عليه عارف يوصله من الموقع بتاعه اللي على التليفون وبيقول ليوجي إنه فيه ندوة في اليابان هو هيروحها وبيطلب منه إنه يسافر معي علشان خاطر يتعالج هناك ويكون علاج جزري علشان ما يتعبش بعدك كده وبيسألوا يوجي عن مدة الندوة دي فبيقوله إنه أقل حاجة سنة فبيقوله يوجي إنه مش عايز يسافر ويبعد عن مينج فبيرد عليه الدكتور بإنه ما ينفعش يدخل في أي علاقة وهو تعبان علشان كده هيبقى بيأذي نفسه وهيأذي الطرف التاني وتاني يوم بتروح مينجو زميلها متجر فنج علشان يساعدهم لإن الامتحانات قربت وبييجي تصال لمينجو وبنشوفها بعد كده وهي قاعدة مع يويو مديرة أعمال يوجي في كافي وبتقول لها يويو إنها عارفة إن هي كانت بعتة تسجيل لأغنية وعجبها صوتها وبتقول لها إن هي عايزة تمضي عقد معيها وتعمل أغنية هي ويوجي فبتفرح جدا مينجو وبتديها يويو عقد وبتقول لها إنها لو مستعدة يقدر يمضل عقد دلوقتي وبيدخل يوجي في الوقت ده وبيقول لي يويو إنه طول ما هو موجود في الشركة مينجو مش هتشتغل فيها وبياخد مينجو من إيديها وبيطلع برا وبعدين بيتكلم يوجي مع مينجو وبيقول لها إنه ما ينفعش تمضي عقد مع الشركة دي لإن كده هتبقى بتقيت حريتها وإن هي لازم تسع ورحل معها وتكمل في الأكاديمية الأول وبعدين تغني فبتقول له مينجو إن هي تقدر تاخد قراراتها بنفسها وإن هي هتسع ورحل معها وبتتبقوا وتمشي وتاني يوم بيبقوا الطلاو قاعدين في المسرح مع البروفيسير وبيقول لهم البروفيسير إن في عرض مسرح نهائي وبيسألهم لو كان في حد عايز يقدم في دور البطولة فبتقول شون وبعد كده بتقول مينجو إن هي كمان عايزة تقدم في دور البطولة ولما بيشوف يوجي إن مينجو قدمت على دور البطولة بيقرر إن هو هيبقى البطلة وبيقول البروفيسير إن يوجي بطلة المسرحية وهيحصل اختبار بين شون ومينجو علشان يعرفه هيختاره مين تبقى البطلة وبنشوف مينجو وهي بتتدرب على المشهد وبيكون يوجي بيتفرج عليها وبيتصل به الدكتور بتاعه وبيقول له يوجي إنه هيسافر معاه بس هيعمل شوية حاجات الأول وبعدين بيروح يوجي يتكلم مع مينجو ويسألها لو كانت لسه متضايقة وبيعرفها إن يوجي هتمضيها على عقد مؤقت عشان تبين إن يوجي ومينجو مرتبطين ويحصل قلق وتبقى نسبة المشاهدة عالية وإنه عارف إنها عايزة تبقى مغنية كبيرة فبيقول لها يوجي إنها هتمشي مسارتها واحدة واحدة علشان توصل للي هي عايزة في الآخر ومحدش يستغل لها ولما مينجو بتفهم يوجي وعاوزة تعمل إيه بتقول لي يوجي إن هي خلاص مشز علينا وتاني يوم بيبقى عندهم الاختبار اللي هيقرروا فيه مين اللي هتبقى البطلة وبتقوم شون تقدم المشهد اللي معيها وبعدين مينجو بتقدمه وبيختاروا كلهم مينجو تبقى البطلة لإن شون بتبقى مبالغة جداً في تمثيلها وبيعلن البروفيسير إن مينجو هي بطلة المسرحية وبعد كده بنشوف مينجو وهي قاعدة مع يويو في كافي وبتسألها يويو لو كانت هتمضي العقد ولا لا فبتقول لها مينجو إن هي مش هتقدر تمضي عقد خصوصاً وهي بتدرس لإن هي هتهتم بمذاكرتها وبعدين هتبقى تشتغل وبتعرف يويو إن هي شطرة في دراستها والغنى وإنهم اختاروها بطلة في المسرحية بتاعت الأكاديمية ولو اشتغلت على نفسها شوية كمان هتقدر تحقق أحاجة كبيرة قوي فبتقول لها يويو ما تخليش يوجي يؤثر عليها ولا على تفكيرها وبتقول لها كمان إنها ما تنساش إن الدور اللي هي أخدته في المسرحية ده دور سنوي مش أكتر ومش دي الحاجة اللي تثبت إن هي هتنجح في حياتها بعدين وبتفضل تدايق مينجي بالكلام ولما بتبقى شون ماشية متدايقة لإنها ما خدتش دور البطولة بتتصل بيها يويو وبعدين بيتقابله في كافي وبتقول لها يويو إن هي هتمضي معها عقد وتشتغل في شركتهم في مقابل إن هي تاخد دور البطولة في المسرحية بتاعت الأكاديمية فبترد شون بإن كده كده لست الأكاديمية ما خدتش القرار الأكيد وبتقول لها إنها هتبذل كل جهدها علشان تاخد هي دور البطولة وبنشوف إيمي وهي قاعدة مع فينج وبتقوله إن هي راحت للبروفيسير علشان تسأله على مامتها وبواها بس البروفيسير قال لها إن هو ما يعرفهمش وبتقول لفينج إن هي كانت في الأول فاكرة إن البروفيسير هو بواها بس لما البروفيسير شاف الصورة تعبيرات وشه ما تغيرتش فبيقول لها فينج إنهم لازم يتأكدوا الأول قبل ما يشكوا في حد وبتبقى شون بتساعد مينج على التدريب علشان المسرحية بس بتساعدها غلط علشان تتعب ومتعرفش تمثل يوم المسرحية وتاخد هي الدور بدلها وفي اليوم اللي بيبقى فيه المسرحية بتتعب مينج والكل بيقول إن شون هي السبب إن مينج تتعب علشان تاخد هي الدور بدلها فبتتضيق شون جدا من اللي عملته في صحبتها وبتروح تكلم يويو في التليفون تقول لها إن هي مش عايزة تمزل عقده ومش عايزة تكون ممثلة في شركتهم وبيكون دونج زي مع كلامها معهم وبعدين بيروح دونج يتكلم شون وبيقول لها إنها ماينفعش تتهرب من اللي هي عملته وإنها تواجه اللي بيحصل وهم أكيد هيسامحوها وبعدين بييجي المدرب بتاع الطلبة وبيقول إن كده مينج مش هتقدر إنها تكون البطلة وبيسأل لو كان فيه حد عايز يمثل دور البطولة بس شون بتقوله إن هي مش هتمثل دور البطولة وبيجيب واحدة تانية تمثل بدل مينج وبيقدموا المسرحية وبتبقى مينج متضايقة جدا إن هي ما قدرتش تشارك معاهم وبعد المسرحية ما بتخلص بنشوف يوجي وهو بيكلم الدكتور بتاعه في التليفون وبيقوله الدكتور إن معادة الطيارة قرب وإنه ما يتأخرش وبعدين بيكلم يوجي فينج وبيقوله إنه يخلي باله من مينج لإنه هيمشي ومش عارف هيرجع تاني إمتى ومش عارف أصلا إذا كان هيرجع ولا لأ وبعدين بتروح مينج علشان تبارك ليوجي على المسرحية وبتبقى جايبة لوارد ولما بتشوفه بتقوله إن هي هترد على السؤال اللي هو سأله لها وبتقوله إنها بتحبه وهي عايزة تكون معاه وبيقول لها يوجي إنه لما قالها إنه هو بيحبها كان شارب وما كانت حسس بنفسه وبيعرفها إنه مش بيحبها ومش هيقدر يكون معاها فبتستغرب منك من كلمه وبتقوله لو في حاجة حصلت يقول لها وهما هيفضلوا مع بعض وهي مش هتسيبه وبتقرب منه فبيزقها وبتقع على الأرض وبيقول لها إنه مش بيحبها واستحالة يكون مع واحدة زيها وبيسيبها ويمشي وبنشوف بعد كده الأحداث بعد سنة بيكون يوجي مش موجود خلال السنة دي ومينجي ما بتبقاش عارفة اختفى فين ولا سبب اختفاؤه وبيرجعوا الطلاب تاني الكلية بس إيمي بتفضل أول يومين مش بتيجي فبتروح مينجي مطجر فينج وبتقوله إنها مش عارفة توصل لإيمي خالص هو ما تعرفش عنها حاجة من ساعة ما الدراسة بدأت فبيقول لها فينجي إن إيمي بقالها فترة بتنزل صور لها في مكان عامل زي البار ولما بتشوف مينجي الصور بتعرف المكان وبيروحوا هناك يلقوا إيمي وبيفضلوا يتكلموا معاها وبعدين بتسيب مينجي إيمي مع فينجي وبتقوم وبيقول فينجي لإيمي إنها ترجع تروح الأكاديمية تاني لإن الكل قلقان عليها وبيبقى باين من كلام إنه هو كمان عاوزها ترجع الأكاديمية فعلا وبيرجع يوجي من اليابان وبيروح الأكاديمية بس بيروح له المساعد بتاعه وبيقول له إن يويو عاوزة تشوفه وبتشوف شون ودونج يوجي وهو عند الأكاديمية وبتبقى مينجي وفنجي في الأكاديمية فبتقابل شون مينجي وبتقولها إنها شافت يوجي في الأكاديمية بس جي واحد خده وبتسألها لو كانت هتروح تقابله فبيقول فنجي لمنجي إنها لازم تروح تتكلم معي وتعرف سبب اختفائه فبيعرفها ان يوجي قبل ما يسافر رحله وقال له يخلي باله من مينج وبعدين بتروح مينج تشوف يوجي وبتسأله لو كان سافر علشان خاطر يتعالج فبيرد يقولها ان حالته كانت بتزداد سوق وانه كان لازم يسافر ومرضيش يقولها علشان ما تستنهوش لانه ما كانش عارف هيرجع تاني اصلا ولا لا وبيقول لها انه دلوقتي رجع وبيقلب منها يبقوا مع بعض فبتقول له مينج انها تغيرت وما بقتش زي الاول وانها دعودت على عدم وجوده ومتسيبه وتمشي وبنشوف يويو وهي قعدة مع صحفي علشان يعمل مقابلة مع يوجي علشان يرجع يغني تاني بس يوجي بيبقى شارب ومش حاسس بنفسه فبتقول يويو للصحفي انهم يأجلوا المقابلة اليوم تاني وبيمشي الصحفي بس بيبقى عايز يعرف اي اخبار علشان ينزلها فبيدخل تاني وبيلاقي يوجي شارب وحاضن يويو لانه بيبقى فاكرها مينج فبيصورهم الصحفي وبيفضل يقول اخبار غلطة عن يوجي فبيتدايق يوجي وبيضرب الصحفي وبعدين بنشوف ايمي وبتبقى رجعت السكن وبتكون هناك شون وبتسأل ايمي شون عن مينج فبتقول لها انها راحت تقيب اليوجي ورجعت متضايقة فبتتمشى فبتروح ايمي لمنج وبعدين بتيجي شون ويالي وبيعودوا كلهم سواء وتاني يوم بيبقوا الطلاب في الاكاديمية وبيقول لهم البروفيسور انهم لازم يستعدوا للعرض النهائي وبيفضلوا يتبادلوا الافكار عن اللي هيقدموا في العرض وبعدين بيجي رسالة اليونج وبتبقى اخبار نزلت عن يوجي ويويو وبيشوف كل الطلاب الاخبار اللي نزلت ولما بتشوفها مينج بتتدايق جدا وبنشوف يويو وهي قاعدة مع المدير بتاعها وبيقول لها ان الشركة قررت توقفها عن العمل لفترة بسبب الاخبار اللي نزلت وبتبقى يويو متضايقة جدا وبعدين بتروح يويو اليوجي وبتتكلم معاه وبتسأله هو سافر ليه فبيقول لها انه سافر علشان يتعالج لانه كان تعبان ولو ما كانش تعالج كانت حالته هتبقى خطر فبتتدايق يويو وبتلومه لانه ما حكلهاش كل ده وبالليل ومينجي قاعدة مع صحابها في السكن بتشوف امي ان الصحفي منزل فيديو بيحكي فيه ازاي يوجي ضربه وبيقول كلام ما حصلش والتاني يوم بتبقى يويو في الشركة وبيتصل بيها كل الشركات اللي يوجي بيشتغل معهم علشان عاوزين يوقفوا شغل مع يوجي ولما بتروح مينجي اليوجي بتلاقي فيها جامعات تحت بيته وبيطالبوا ان يوجي يعتزل الغونة وبعدين بنشوف مينجي قاعدة مع يويو في كافي وبتطلب منها يويو انها تساعدها في انهم يظهروا الحقيقة لانها توقفت عن العمل ومش عارفة تصرف لوحدها وبتقول يويو انها عاملة خطة تقدر تثبت الحقيقة بها وبنشوف مينجي بعد كده وهي بتقبل قائدة معجبين يوجي وبتحاول تقنعها ان يوجي فعلا مظلوم وبتقول لها انه مش مرتبط بيويو وانه كل اللي تقلق شعات وبتطلب منها تقول المعجبين يدعموا يوجي وبيكون يونج ودونج مع فنج علشان عاوزين يوقعوا الصحفي اللي نزل الاخبار دي وبالليل بتتفق يويو مع ممثلة بيبقى الصحفي مهددها بصورها وبتروح الممثلة دي بيت الصحفي وبتبقى معاها الكاميرا وبتصور الصحفي هو بيحاول يتقرب منها وبعدين بيدخل فنج ودونج ويونج البيت وبيقولوا للصحفي انهم مصورينه وبينزل الصحفي في فيديو بيعترف فيه بالحقيقة وبيقول ان يوجي كان شارب ومش حاسس بنفسه وقت ما صوره وانه ما فيش اي حاجة من اللي قالها صح وبكده بترجع يويو للشغل بتاعها عادي بس بتنزل اخبار ان يوجي عليه فلوس تعويضات كتير قوي وبتشوف مينجي الاخبار وبتبقى مدهقة جدا وبتروح مينجي تقابل يويو وبتقول لها انها عاوزة تمضي عقدة مع شركتها علشان تدفع ديون يوجي بس بتقول لها يويو انها لازم تعرف يوجي الاول وبتروح مينجي ليوجي البيت وبتقوله انها عاوزة تساعده وبتقوله انها تشتغل في الشركة علشان تسدد ديونه معاه فبيسألها يوجي بتعمل كل ده ليه فبترد بانها بتحبه فبيقول لها يوجي انه مش هينفع يخليها تعاني معاه وانه لما المشاكل دي تتحله هو هيرد عليها واني يوم بيطلع يوجي في مؤتمر صحفي من غير ما يكون قايل لأي حد والكل بيستغرب وبيقول يوجي انه مش من ابن عيلة غنية ولا حاجة وانه اهله مش عايشين بره البلد وبعدين بيسألوا الصحفيين عن علاقته بيويو فبيقولهم انها مش مجرد مديرة اعماله بس وبتدخل يويو المؤتمر في الوقت ده وبتبقى عاوزة تلغيه بس يوجي بيكمل كلامه بيقول للصحفيين انه كان متربي في دار ايتام هو ما يعرفش بابا ولا ممطو وبيوريهم صور لي وهو صغير في دار الايتام وانه يويو هي اللي خرجته من دار الايتام وهتمت بيه وانها بالنسبة له مش مديرة اعماله بس لا هو كمان بيعتبرها ممطو واختو وبيقوله انه هيوقف شغل الفترة دي وهيهتم بدراسته وبعدين بيروح يوجي المينج وبيقولها انه بيحبها فبتقوله مينج انها عاوزة تفضل معي على طول وبيبصها يوجي وبعدين بيعودوا مع باقي صحابهم في متجر فنج وبيقولهم فينج انه هيقجر المتجر علشان هيهتم بالاكاديمية لانه هيشتغل فيها مساعد معلم وبيعودوا يبتكروا ذكرياتهم سواء وتاني يوم بتقضي مينج اليوم معي وبيبقوا مبسوطين قوي وبعدين بنشوف البروفيسور وهو قاعد مع واحد اسمه نان وبيقوله ان ايمي قربت تتخرج من الاكاديمية وانه المفروض يقول لها انه باباها بس بيقوله نان انه مامتها خدتها وسفرت وانها اكيد مش عاوزة ايمي تعرف حاجة عن باباها وبعد كده بنشوف مينج وهي في مقابلة مع مديرة اعمال وبعد ما بتخرج بيتقابل شون وبتبقى شون رايح اختبار تمثيله بتقول لمنج تروح معاها ولما بتروح مينج معاها بتستنى برة وبيخرج المخرج من الغرفة وبيبقى بيتكلم في التليفون وبيشوف مينج وهي بتغني وبيسمع صوتها فبيفتكرها انها جاي علشان الاختبار وبيسألها لو كانت جاي علشان الاختبار فعلا بس هي بتسيبه وتمشيه وتاني يوم بتبقى مينج قاعدة مع مديرة الاعمال علشان تمضي العقل بس بتبقى يويو في نفس الكافيه وبتسمع كلامهم وبيكون يوجي هو اللي قيل لها تروح علشان بيبقى خايف تكون مديرة الاعمال نصابة ولما بتسمع يويو كلام مديرة الاعمال بتعرف انها نصابة وبتروح تقول لمنج وبتمنعها انها تمضي العقل وبتقعد يويو مع مينج يتكلمه وبعدين تليفون مينج بيرن وبتعرف ان المخرج اللي شافها عاوزها تمثل في الفيلم بتاعه وبتروح هي ويويو للمخرج وبيقول لها المخرج انه عاوزها تمثل معاه وانه هيكون فيه تدريب لمدة 6 شهور ولما بيمشوا من عند المخرج بتبقى مينج متضايقة وبتقول ليويو انها لو وفقت انها تمثل في الفيلم مش هتعرف تشارك في مشروع التخرج وبتبقى مش عارفة تعمل ايه فبتقول لها يويو انها توافق على فيلم المخرج لانه احسن لها وبعدين بتروح مينج وزميلها كافية عودوا فيه وبيحتفل بالعرض لجهل مينج وبتبقى شون متضايقة لان المخرج مخترهاش بس بتقول لمنج انها توافق على الفيلم وتتضرب كويس وبيبقى البروفيسير قاعد مع نان علشان مشروع التخرج بتاع الطلبة وبييجي فينج فبيعرفه البروفيسير على نان وبيقوله انه ويلد ايمي وبيقوله البروفيسير انه عارف انه بيستيعد ايمي في انها تلاقي باباها وانه يقدر يتكلم معاه وبيقعد فينج مع نانه وبيسأله هو ليه ما قالش لامي انه باباها فبيقوله نان انه ما يقدرش يدخل حياة ايمي فجأة من غير ما يستأزم مامتها لان مامتها هي اللي خدتها وسفرت زمان وبعدتها عنه وبنشوف مينج وهي قاعدة في الاكاديمية وبتبقى محتارة من انها توافق على الفيلم ولا تكمل في مشروع التخرج وبيروح لها البروفيسير وبيفضل يتكلم معيها وبنشوف مينج وهي قاعدة مع صحابها في غرفة تدريب الرأس وبتبقى قررت انها تكمل في مشروع التخرج بتاعها ورفضت الفيلم وبييجي دونج وبيقولهم ان المسرحية اللي هو كاتبها علشان مشروع التخرج نين ويفق عليها ولو حققت نجاح هيعملوها فيلم وبيبقوا فرحانين جدا وبعد كده بتقعد مينج مع ايمي وشون وبيتكلموا عن شخصيات المسرحية وبتبقى مينج عاوزة تاخد دور البطولة فشون بتقولها ان هي كمان عاوزة دور البطولة وتاني يوم بتروح شون تقابل لان وبتطلب منه يديها دور في المسرحية والفيلم ولما بيعرف انها صاحبة بنته ايمي بيقول لها انه هيشوف فيديوهات التمثيل بتاعتها وهيرد عليها وبالليل بيتبعت رسالة لشون ان نان عاوز يشوفها بكرة الصبح وتاني يوم بتروح شون وبيقول لها نان انه هيديها دور في الفيلم لانه تمثيلها كويس وبيطلب منها تنقله معلومات عن ايمي بحجة انه عاوزها تمثل في فيلم بيتكلم عن الرأس وبتوافق شون وبيبعت نان هدايا لشون وصحابها علشان بنته ايمي بس بينتشر في الاكاديمية ان نان ويلد شون علشان كده بعت الهدايا ولما بترجع شون السكن بتلاقي الهدايا وبتعرف اللي تقال بس مش بتعترض ولا بتقول ان نان مش بواها ولما بتبقى ايمي قاعدة مع صحابها بيأكله وبيجيلها مكالمة وبتعرف ان مامتها رجعت من امريكا وعملت حدثة وهي في المستشفى وبتروح تشوف مامتها وبيكون معاها فنج بس بتبقى حدثة بسيطة ما فيش اي ضرر وتاني يوم بتبعت شون رسالة لنان ان ايمي بتتضرب في الاكاديمية وبيروح نان الاكاديمية وبيعمل كأنه تاية وبيروح لامي ويقول لها توصله عند مكتب المدير وبتودي ايمي وبيفضلوا يتكلموا طول الطريق لحد ما بتقابل مامتها مع فنج ولما بتشوف مامتها نان بتسأل ايمي هي بتعمل ايمعاه فبتفهم ايمي انه نان باباها وبتتضيق وبتسيبهم وتمشي وبيروح وراها فنج وبتعرف ان هو كمان كان عارف كل حاجة من البداية بس ما حكلهاش ولما بتبقى هتمشي بيروح فنج وراها وبيبصها وبيفضل فنج يتكلم معيها وبيحاول انه يقناعها تروح تتكلم مع باباها وتعرف هو مدورش عليها ولا حاول يوصلها ليه فبتقتنع ايمي بكلامه وبتقوله انه لازم تقابله وتتكلم معها علشان تعرف اللي حصل بينه وبين والدتها زمان وتاني يوم بيودي فنج ايمي عند شركة باباها وبتروح ايمي مكتب باباها وبتتكلم معاه وبيقول لها باباها انه لما بعد عن مامتها كان بسبب انه فقير جدا وما كانش هيقدر يوفر لمامتها حاجة وكمان لما مامتها سافرت ما كانش يعرف انها حامل ولما عارف ان ايمي موجودة حاول يوصلها كتير بس ما عرفش وبيبين على ملامح وش ايمي انها مقتنعة بكلامه وبعدين بتشوفوا الطلبة وهما بيستعدوا علشان مشروع التخرج وبيفضلوا يتدربوا كتير وبتبقى ايمي بتتمشى مع امها لان مامتها هتسافر امريكا تاني وبتحاول ايمي تقنعها انها تفضل في الصين بس مش بتوافق لحد ما بيجي نان وبيتكلم مع مامتها وبيقول لها انه خسرها مرة زمان وسبها تسافر وما عارفش عنها اي حاجة وانه مش عايز يخسرها دلوقتي كمان فبتقول ايمي لمامتها انها تصلح باباها وبتقتنع مامتها وفعلا هي وباباها بيتصلحوا وفي يوم بتبقى مينجي وصحابها قاعدين مستنيين المدرب بيجي يعلن عن بطلة المسرحية وبييجي فعلا وبتكون يالي هي البطلة وبتتدايق مينجي جدا لان كان نفسها تكون بطلة المسرحية خصوصا انها رفضت عرض الفيلم علشان مسرحية التخرج وبعدين بنشوف ايمي وهي قاعدة مع باباها في كافتريت الاكاديمية وبتكون يالي ويونج مرقبينهم وبيستغربوا هيالي قاعدة مع والد شون وبيلاحظنا ان يالي ويونج مستخبين وبيبصوا عليهم فبيقول لامي وبتروح ايمي ليهم وتتكلم معهم بتعرفهم انه باباها وانها مش عاوزة تحرك شون وتقول انه باباها هي لان كده كده قربوا يتخرجوا وما حدش هيبقى عارف عنهم حاجة تاني وبعدين بنشوف مينجي مع يوجي وبتبقى متضايقة فبيفضل يتكلم معها وبيقول لها انها ما تيقاسش وان لسه الحياة قدامها وهتلاقي عروض وفرص احسن وبيساعدها انها تتدرب على الدور بتاعها وتاني يوم الصبح بتتكلم يالي مع ايمي بصوت بالراحة عن باباها وبتلاحظ شون وبتحاول تعرف هم بيقولوا ايه بس ايمي بتعملها باسلوب مش حالو فبتتديق شون وبتسيبهم وتمشي وبعدين بتسأل مينجي ايمي ليه بتعملها باسلوب وحش فبترد تقول لها ان النان باباها هي وبنشوف شون وهي بتتمشى بالليل وبعدين بتقعد على سلم ومامتها بتتصل بيها وبتطلب منها فلوس فبتقول لها شون انها مش معها فلوس خالص وبتقفل المكالمة ولما بترجع شون السكن بتتخانق مع صحابها وبتعرف ان النان هو والد ايمي وبتفضل شون تتخانق معيهم متزعة وفي الاخر بتسيب السكن وبتمشي وتاني يوم بتروح يالي مع مامتها وباباها علشان يقابلوا صاحب باباها وابنه علشان يتوسطوا اليالي ويعرفوا يجبوا لها شغل وبتبقى يالي متضايقة لان مامتها متدخلة في حياتها وبتاخد كل القرارات نيابة عن يالي وبيفضل ابن صاحب باباها يرخم عليها وبيطلب منها انها تقوم ترقص بالي بس هي بترفض وبتتدايق جدا وبتمشي وتسيبهم وبتفضل شون تتصل بكل معارفة علشان تلاقي شغل وبالليل بتروح بار مع مخرجين وبتفضل تشرب وبتبقى متضايقة جدا وخايفة انها ما تبقاش حاسة بنفسها ولما بتحاول تمشي بيمسكوا فيها المخرجين وما بيبقوش عوزينها تمشي وبعدين بتدخل شون الحميم وبتفضل تتصل بدونج علشان يجي ينقذها بس ما بيردش لاني تليفونه ما بيكونش جنبه فبتتصل بمينجو بتقولها تروح تنقذها وبتبعت لها العنوان وبتتصل مينجو بامي وبتقولها ان شون في خطر وانهم لازم يروحوا يساعدوها وبيتكلموا صحابهم الشباب وبيروحوا كلهم البر اللي شون موجودة فيه وبيضرب دونج المخرج وبياخدوا شون وبيخرجوا وبيعودوا برا كلهم يتكلموا وبتقولهم شون انها كانت فاكرة انهم مش هيكلموها تاني فبتعتذر لها اامي لو كانت كلمتها باسلوب وحش وبعدين بنشوف دونج وهو بيتكلم مع شون وبيبقى خايف عليها فاصحابهم بيسيبوهم لوحدهم وبيمشوا وبيعترف دونج بحب الشون وبيبصوا بعض وبعدها بفترة بيقرروا انهم يروحوا رحلة سواء ولما بيوصلوا بيروحوا البنات ورفتهم وبعدين بتروح امي الفينج ورفتوا وبتروح مينج مع يوجي يتفرجوا على المكان اللي هي فيه وبيبقى دونج رسالة لشون انها تروح لو يكون معها يالي وبيبقى يونج مع دونج وبيفضلوا يتفقوا على كلام يقولوا يونج علشان يعترف بحبه ليالي ولما بتروح شون ويالي بتاخد شون دونج وبيمشوا وبعدين بيتكلم يونج مع يالي وبيبقى متوتر وبيعترف لها بحبه فبتقولوا يالي انها كانت مستنيا اعترفه من فترة كبيرة وبتبقى فرحانة قوي وبالليل بيعودوا كلهم مع بعض ويتكلموا ولما بيرجعوا من الرحلة بيقول لهم دونج انه غير في سيناريو المسرحية ومن اول بكرة هيتدربوا على السيناريو الجديد وبيقول ليالي انها بتعرف ترقص كويس فهي اللي هترقص في المسرحية وتاني يوم بيبقى عندهم بروف على المسرحية ولما بتطلع يالي على المسرح بتبقى متوترة جدا وبيهم عليها ولما بتفوق في المستشفى بتقول لصحابها انها مش عاوزة تكون بطرة المسرحية وانها تتنزل عن الدور وبعدين بنشوف يوجي بيتمشى مع منجي في المستشفى وبيقول لها انها تكون هي بطرة المسرحية لانها اكتر واحدة تستحق الدور وبيعرفها ان الوقوف على المسرح لأول مرة مخيف بس هي لازم ما تخافش وتقدم المسرحية كويس وبعدين بيقدموا الطلبة المسرحية وبيقدموها بشكل كويس جدا وبيبقى الكل مبسوط من عرضهم وبعدين بيروح نان وفينجي باركل ايمي وبيقول نان لامي انه هيستثمر في الفيلم بتاع مسرحيتهم وبيعرفها كمان انه هيخلي لشون دور في الفيلم وبتفرح جدا ايمي وبتقوله انها هتروح تبلغ صحابها ولما بتروح تعرف شون بتفرح جدا انه خلاص بقى لها دور وهتتشهر وبعدين بنشوف الصحاب كلهم متجمعين وبيفضلوا يتكلموا مع بعض ويفتكروا ذكرياتهم سواء وبالليل بيعودوا البنات مع بعض يتفرجوا على صورهم خلال سنين الاكاديمية ولما بيصحوا تاني يوم الصبح بيلاقوا ان هيالي مشيت وسايبالهم رسالة وداع بتعرفهم فيها انها هتسافر ايطاليا علشان تكمل حلمها وتسيرك في مسابقة الباليهنيك وبتقولهم انها محبتش تودعهم علشان ميزعلوش وبتعرفهم انها بتحبهم قوي وانهم كانوا الاربع سنين متقسمين الفرح والحزن سواء وانهم اكيد هيتقابلوا تاني وبيتعالوا صحابها انها مشت وبيفضلوا يعياته وبيجهزوا حاجتهم وبيمشوا من سكن الاكاديمية وشون بتلاقي الميداليا بتاعت مينج اللي كان يوجي مضيلها عليها وبتدهالها وبتروح مينج تقبل يوجي وبيقول لها انه بيحبها جدا وانه لو ما كانش تعرف عليها كان زمانه فضل الايدول المشهور اللي بيخاف من الضلمة وبيشكرها على وجودها في حياته فبتقول له مينج ان هي لما حبته كانت خايفة لانه ايدول وهي بنت عادية وكانت بتسعى انها تبقى حاجة كبيرة علشان تبقى كويسة جنبه وبتطلب منه يغمد عينه وبتديره الميداليا بتاعتها ولما بيشوفها يوجي بيفرح انها مرمتهاش زي ما قالت وبيتفقوا مع بعض انهم يكملوا حياتهم سوا وبعد فترة بنشوف مينج وهي بتغني على اكبر مسرح في العالم وبينتهي المسلسل على كده شكرا